مع احتدام التوتر من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا ومحاولة كيهيف حجد أكبر قدر ممكن من الجهود الدولية لدعمها إلا أن الحظ في الميدان ليس لمصلحة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي بعد أن بدت الحرب تستنفذ الطاقات العسكرية للعواصم الأوروبية وفقا لوكالة بلومبيرغ زيلينيسكي الذي ما زال يراهن على الولايات المتحدة لحسم الأمور أخفق في نيل ثقة الجمهوريين الذين يعارضون إرسال مزيد من المساعدة إلى كيهيف عقب زيارته واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن بحسب تقرير لمجلة نيوزويك الأمريكية التي ذكرت أن زيلينيسكي واجه معارضة شديدة من معظم المشرعين الجمهوريين الذين حضروا مجلس النواب لسماع كلمته على حين امتنع كثير منهم عن الحضور ويبدو أن الحرب التي طال مدها بدأت تنعكس على معيشة المواطن الأوروبي الذي أصبح يستشعر استنزاف مقدرات القارة الغنية نتيجة دعم بلدانه كيهيف بل وزاد من تحدياتها وأزماتها وخصوصا مع عدم قدرتها على تلبية احتياجات أوكران العسكرية وهو ما ذكرته صحيفة وولستري جورنال الأمريكية إذ أكدت أن قدرات التصنيع العسكري وطاقته في الدول الأوروبية ليست كافية لتغطية احتياجات أوكرانيا خبراء عسكريون يرون أن الحرب في أوكرانيا لا تستهلك قدرات أوروبا العسكرية فحسب وإنما تحولت إلى سباق لإعادة التسلح بين موسكو والأعضاء الأوروبيين في حلف شمال أطلسين نيتو الذين يسعون جهدين لتعزيز دفاعاتهم في ضوء التهديد المتزايد الذي يمثله الكريملين الدعم الأمريكي الذي حصل عليه زيلينسكي في أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن وحالة التأهب التي تزداد كل يوم في روسيا يجعل من الصعوبة التنبؤ بموعد نهاية الحرب بل ويفتح الباب إلى احتمالات كارثية قد تكون الأسلحة النووية حاضرة وحاسمة